في كتير طرق وسط الحياة دام وفيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال الفترة القادمة ان شاء الرب وعيشنا نقدم برنامج دردشة روحية ومن الاسم نقدر نستشف انه انه هو دردشة روحية يعني لا يعتمد على الالقاء فقط ولكن الدردشة هنا اعتبقى من خلال مداخلاتكم معانا التي تسري الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه اسمحوا لي ان احنا نقرأ فصل من فصل من الانجيل معلمنا ماتة البشير وجزء مرسات معلمنا بولس الرسول جزئين صغيرين انما من خلال اللي احنا هنقرأه حضراتكم هتستشافه على طول وانطلع عنوان الدردشة بتاعت النهاردة نبتدي من انجيل معلمنا ماتة الاسحاح السابع من العدد واحد للعدد خمسة ولينا لا تدينوا لكي لا تدانوا لانكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تاكلون يكال لكم ولماذا تنظر القزة الذي في عين اخيك واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها ام كيف تقول لاخيك دعني اخرج القزة من عينك وهالخشبة في عينك يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك وحين اذن تبصر جيدا ان تخرج القزة من عين اخيك ده الجزء اللي من انجيل معلمنا ماتة ناخد الجزء من رسالة معلمنا بولس الرسول التانية من العدد واحد للعدد ست يقول لنا لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها ونحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه فتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة ولكنك من اجل قسوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العدلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله له كل مجد وكل كرامة الى الابد امين من خلال الايات اللي احنا قرناها احباي نقدر نستشف على طول او نطلع عنوان موضوع النهاردة واي سؤال واي مدخلة تحبوا تسألوا او تحبوا تستفسروا ونحب ندردش مع بعض من خلال مدخلاتكم في خلال موضوع النهاردة اللي هو الادانة الادانة زمان كانت الناس تقعد في مجالس اه في البيت في غرفة في اي مكان يعودوا انه هما كانوا زمان يقولوا ننام ندين انما دلوقتي الخطية دي ابتدت تبقى بتوسع اكتر وشمول اكتر دلوقتي بقى الفيسبوك وبقى التويتر وبقت كل ادوات الماديا الحديثة والناس ابتدت الخطية دي بقت خطية مرعبة وخطية كبيرة جدا ولها خطورتها عشان كده احباقي اه تعالوا ندردش مع بعض ونشوف خطورة الخطية دي ايه عشان ناخد بالنا منها لانها ممكن تهلكنا وتهلك اخرين بسبب هذه الخطية اولا خطورة الخطية دي اختصاب حق الله الديان اختصاب حق الله الديان يعني الدينونة دي بتاعة ربنا هي بتاعة ربنا بس ما ينفعش اي انسان يدين اي انسان اخر ولكن الدينونة قد اعطيت للقاب والابن والروح القدس الاله الواحد فقط فقط ليس لاي انسان اخر له الحق ان يدين مع ان الله له حق الادانة الا انه حينما تجسد لم يدين احد لم يدين احد عديكم مثال صغير المرأة التي امسكت في ذات الفعل المرأة التي امسكت في ذات الفعل جابها اليهود وقالوا للسيد المسيح طرحوها امامه وقالوا للسيد المسيح موسى قال لنا ان ترجم ماذا انت تقول رغم ان الله الديان العادل الذي يجازي كل واحد بحسب عمله الا انه لم يدين هذه المرأة رغم انها امسكت في ذات الفعل وابتدأ يكتب على الارض وقال من منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر فالناس كلها ابتدت تسيب الحجر اللي في اديها وتمشي لغاية لما فضلت المرأة مع الديان الحقيقي العادل وقال لها ادانك احد يا امرأة قالت له لا يا سيد قال لها ولا انا ودينك اذهبي بسلام عشان كنا احباقي اول نقطة او اول خطورة من خطورة خطية الادانة ان هي بنختصب حق الله رغم انه الديان احنا بننصب نفسنا ديانين على اخواتنا واخواتنا النقطة التانية خطية الادانة دي الانسان اللي عنده خطية الادانة دي عنده عدم احساس بتلقى الخطية هو مش شاعر هو مش حاسس انه انه هو بيدين الاخرين مش حاسس بخطورة هذه الخطية ما فكرين انه هو مجرد كلام وخلاص دردشة وخلاص نم وخلاص انما لما حنكمل الموضوع مع بعض ونوصل لنهايته حنعرف ان الخطية دي في منتهى الخطور كمان الخطية دي الاباء يصنفوها من الخطايا المركبة او من الخطايا الامهات من الخطايا الامهات التي تلد الظلم والقصوة والزم والتجريح والنميمة والكذب والافتراء والافتراء وتسبب الكراهية والفتنة والانقسام كل ده بيتفرع من خطية الادانة كل ده بيتفرع من خطية الادانة عشان كده احباي الاباء صنفوا الخطية دي من الخطايا الامهات التي تلد خطايا التي تلد خطايا هتديكم قصة في العهد الادانة هتورينا ان الخطية دي والقصة دي فيها كل الكلام اللي احنا بنقوله من ظلم من قصوة من زم من تجريح من نميمة من كذب من افتراء من تسبب قراهية من فتنة فل الحاجات دي مع بعض في العاد القديم فاكرين زمان كان فيه ملك اسمه اخاب الملك وكانت زوجته اسمها ايزابيل الملكة اخاب وايزابيل ايزابيل هي نشرت عبادة البعل في وسط بني اسرائيل في مرة من المرات اخاب الملك اراد ان يأخذ حقل واحد فقير غلبان اسمه نبوت الازرائيلي وراح عشان يفوضه ان هو ياخد منه الحقل الا ان نبوت الازرائيلي رفض وقال له دي ارض ابائي واجدادي ما ينفعش اننا افرد فيها راجع البيت زعلان وابتدى يتكلم مع ايزابيل ويقول لها عن اللي هو عايزه فقالت له بس ما تزعلش نفسك انا هعرف اجيب لك الحقل ده اعتبر الحقل ده موجود معك فابتدت تجيب شهود زور وتقول ان نبوت الازرائيلي بيسب الملك وبيسب الاليها مما قدى الى انه اتحكم عليه بالراجم وبالموت ومات نبوت الازرائيلي واخدت ايزابيل الملكة حق لنبوت وعطته لاخب ظنوا بفعلتهم دي انه هما اخدوا ما يريدون حتى لو كان في ظلم حتى لو كان في قصوة حتى لو كان في كذب حتى لو كان في نميمة مش مهم الانسان اللي مليان كبرياء والانسان اللي مليان ادانة مش شايف غير الهدف اللي هو عايزه بس حتى لو ظلم ناس كتير حتى لو افتر على ناس كتير مش مهم ولكن احبائي لابد ان نعرف جيدا ان في اله عادل ينظر من السماء ويحكم للمظلمين ويدين في هذا الوقت الذي له حق الدينونة يدين الذين ظلموا ويدين الذين افتروا على اخوتهم عشان كده حبائي عايزين مع بعض كده نعرف خطورة الخطية دي ونحفظها اولا اختصاب حق الله الديان نمرة اتنين عدم الاحساس بتلقى الخطية الانسان عند الخطية دي مش دريان مش حاسس في غفلة ونفكر ان الناس كلها هي الخطى الناس كلها هي اللي وحشة وهو الانسان البار والقديس وايضا احبائي نمرة الثلاثة هي خطية مركبة يسموها من الخطايا الامهات التي دلت تلت خطايا زي الظلم زي القصوة زي الزم والتجريح والنميمة والكذب والافتراء وتسبب القراهية والفتنة رابع نقطة في خطورة الخطية دي احبائي انه بيسمح الله بان الذي يدين يدان هو ايضا من اخرين بنفس الدينون التي بها تدينون تدانون نفس الخطية نفس الكلام نفس الفعل نفس السلوك هو هو زي ما بالدين الاخرين حييجي الوقت انك تدان بنفس الكلام وبنفس الفعل وبنفس السلوك يسمح الله بهذا يسمح الله بهذا عشان كده خطية الدينونة توقعنا تحت الدينونة طالما احنا ندين حييجي الوقت ان احنا ندان زي ما احنا قرنا في فصل الانجيل لا تدينوا لكي لا تدانوا لانكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون تدانون ودايما نبقى بصين على القذا اللي في عين اخونا اما الخشبة التي في عيننا لا ننظر اليها ولا نراه دي بعض الاسباب او دي بتوضح لنا النقط اللي احنا كلمنا فيها دي بتوضح لنا خطورة الخطية دي يبقى رجعوهم مع بعض تاني اختصاب حق الله الديان عدم الاحساس بتلقى الخطية هي خطية مركبة بتالت خطايا بيسمح الله بان الذي يدين يدين هو ايضا من اخرين وتوقعنا تحت الدينون امام الله الديان العادل طيب ايه اسباب الخطية دي عايزين نعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي الى الخطية دي كلنا قاعدين ندين بعض الصغير بدين الكبير والكبير بدين الصغير والرجل بدين المرأة والمرأة ودين الرجل والدنيا كلها شغالة الايام دي ودلوقتي بقت ايه ما اسهل وسائل التكنولوجيا الحديثة في ان احنا ندين الاخرين يا دوبك كده touch على طول نكتب كده بالtouch نلاقي كل حاجة بقت على الفيس وبقت على النت وبقت حبائي المفروض لازم نعي تماما لتلك الخطية وخطورتها ولازم نشوف الاسباب التي تؤدي اليها عشان نتفاديها من اسباب اللي بتوقعنا في الخطية دي خطية الكبرياء خطية الكبرياء ان الانسان حاسس برضى عن نفسه واحساسه بانه لا يخطئ لانه افضل من غيره طبعا لدى الانسان شعر بالبر وشعر بالقداسة ان هو احسن وابر واقدس من الاخرين فشيء طبيعي يلاقي كل البشر في نظره خطاه وهو القديس وهو القديس وهو البر هديكم مثال من الكتاب المقدس السيد المسيح قاله له المجد مثل الفريسي والعشار الفريسي والعشار يقول دخل في فريسي وفي عشار دخل كليهما الى الهيكل وصل الفريسي وقال اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الناس هؤلاء الناس الزنا الخطفين القتلى وفضل يعدد خطايا الناس ولست مثل هذا العشار ايضا انني اعشر لك مرتين في الاسبوع بدفع العشور بدفع البكور بدفع النزور بصلي بعمل بعمل كل حاج بعمل كل حاج انما يقول لنا على العشار كده انه لا يشاء ان يرفع نظره الى السماء وقال اخطأت يا ابتاء في السماء وقدامك ولست مستحقا ان اضع لك ابنا بل اجعلني كأحد اجراءك عشان كده احباقي اول سبب من الاسباب التي تؤدي بنا الى خطية الادانة هي الكبرياء كبرياء النفس الانسان بار في عيني نفسه الانسان بار في عيني نفسه عشان كده احباقي افتكر في مرة كنت قريت قصة عن احد الاباء كانوا في مجمع رهبان مع بعض وقاعدين حياة الشركة عايشين حياة الشركة مع بعض بس كانوا نلاقي فيه في وسطهم راهب هم يظنون انه كسلان ييجوا في الشغل يلقوا هما بيعملوا اكتر هو بيعمل اقل فحضور الصلوات سعتي كسل في حضور التسبحة سعتي كسل وكله قاعد يدينه كله قاعد يدينه لغاية لما جات لحظة انطلاق الروح الى خلقه واسترداد الوديع الالهية فجملة اوه فرحان ومبسوط ماله ده فرحان ومبسوط ليه ده كان كسلان وكان 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 فالله لقل لنا انت مالك فيه ايه ده انت المفروض خلاص ده انت في اللحظة الاخيرة دي المفروض انك انت تكون ندمان وزعلان على كل اللي حصل ده قال لهم انا فرحان لاني ادارت ان انا انفذ وصية واحدة في الكتاب المقدس وهي وصية لا تدين لكي لا تدان اشكرك يا رب ان من ساعة معرفتك لغية لحظة الانطلاق دي لا ازن اني وقعت في هذه الخطية وكان درسا عظيما لهؤلاء الرهبان الباقيين انهم ياخدوا بلهم من خطية لا تدينه لكي لا تدان من خطية الادان عشان كده الكبرياء الانسان يشعر برضى النفس يشعر برضى عن نفسه واحساسه بانه لا يخطئ لانه افضل من غيره ده سبب نمرة واحد السبب نمرة اتنين قلب شرير قلب شرير وعين شريرة الانسان اللي قلبه شرير دايما يظن في الاخرين سوء وعينه الشريرة ترى العيوب ترى العيوب فقط عينه كده تفضل شغالة كده على عيوب الاخرين وضعفات الاخرين لانه قلبه قلب شرير قلب شرير يبقى من اسباب خطية الادانة الكبرياء من اسباب خطية الادانة قلب شرير وعين شريرة وعين شريرة عشان كده المفروض الانسان يكون عينه تكون بسيطة حينما يكون عينك بسيطة فجسدك كله يكون ميرا حينما تكون عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما السبب السبب الثالث لخطية الادانة قلة المحبة دلوقتي بقت المحبة عمرة ندرة عملة ندرة عملة ندرة المحبة دلوقتي الناس بتدور عليها لان الكر والحقد والقراهية والادانة والشر ملأ 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 عشان كده الناس كلها قعدت بتدور عالمحبة قلة المحبة لان فترة محبة الكثيرين المحبة تسطر العيوب وتخلق المعزير المناسبة زي ما بيقول المصر عندنا في مصر حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط عشان كده السبب التالت من أسباب خطية الإدانة هي قلة المحبة قلة المحبة المحبة تسطر العيوب المحبة تسطر العيوب وتخلق المعزير المناسبة زي القلب المليء بالمحبة زي أبو مقار الكبير أبو مقار الكبير في مرة من المرات جم تلاميزه لقوا إن فيه راهب بيقع في خطية صعبة جدا خطية الزنا وابتدوا يرقبوه لغاية لما فعلا المرأة دخلت عنده في قليته وراحوا نادو أبو مقار قالوا تعال شوف الراهب اللي احنا كنا بنقولك إن هو بيقع في الخطية الصعبة دي وهو دلوقتي حاليا متلبس بيها راح أبو مقار خبت على الألاية بتاعته فتح الراهب طبعا قبل ما يفتح كان مخبي المرأة اللي عنده في داخل الألاية بالشفافية والقداسة والقلب المليء بالمحبة في داخل أبو مقار علم يقينا إن المرأة تحت المجور اللي في الألاية فمقعت على المجور أداب الرهبنة قال لهم خشوا دوروا بس من أداب الرهبنة ما يصحش يقولوا للمعلم بتاحهم قوم من مكانك عشان ندور على المكان اللي هو قاعد فيه ففضلوا دوروا في الألاية ملاقوش حاجة فطبعا كله حطوا وشه في الأرض واخد بعض ومشي بعد ما تأكد أبو مقار الكبير إن الكل ماشى قال له يا ابني ارفع المجور وخلي المرأة تذهب بسلام سجد هذا الراهب أمام أبو مقار وقبل قدمه وقال له عظيم سترك يا مقار لأنك شبهت سيدك ومخلصك هي دي المحبة هو ده القلب المليء بالمحبة كان سهل جدا أبو مقار لأنه هو المعلم وهو المسؤول كان سهل جدا إنه يفضحه وكان سهل جدا يترده من المكان دوت ويمشيه وكان هذا الإنسان خسر نفسه خسر حياته وخسر أبديته لكن القلب المليء بالمحبة كسب أبو مقار هذه النفس لكي لا تضل ولكي لا تهلك كسبها صار هذا الإنسان قدم طوبة رائعة وكمل حياته وكسب السماء سمعناش إنه هو راجع للخطيئة دي تاني عشان كده أحباقي لازم نعي تماما أسباب خطية الإدانة ولازم نطهر أنفسنا منها كبرياء قلب شرير عين شريرة قلة محبة قلة المحبة إنما لو في محبة المحبة تسطر العيوب وتخلق المعذير المناسبة عشان كده أحباقي لازم نعالج أنفسنا من تلك الأسباب السبب الرابع قلة المعرفة قلة المعرفة قلة معرفة إنسان بيدين دوت سامحوني الكتاب يصف بالإنسان الجاهل مش حكيم إنسان مش حكيم إنسان جاهل لأنه بيحكم حسب الظاهر والحكم حسب الظاهر هو حكم خاطب هو حكم الخاطب لازم ندرس كل الأسباب لازم نشوف الأسباب متكاملة وحتى لو اتضح أمامنا إن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة يقع عليها حكم فلازم يكون عندنا رحمة وعندنا رأفة عندنا محبة المقطة الخمسة في أسباب خطية الإدانة اللي هو نسيان خطيانا دايما الإنسان اللي بيدين الآخر دايما بيبقى ناسي خطيانا ومفكر نفسه إنه هو لا يصنع خطايا وناسي خطايا يعني يمكن اللي بيدينه خطية معينة هو بيكون عامل أصعب منها مئة مرة ومليون مر إنما هو مش شايف غير خطية هذا الشخص أو هذه الإنسانة وناسي خطايا اللي هي أكبر وأعظم من الخطية دي عشان كده يقول لنا الأباء إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أخيك إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أخيك ويقول لنا أنبأ أشعية كده كيف تترك ميتك وتبكي على ميت غيرك كيف تترك ميتك وتبكي على ميت غيرك يبقى من أسباب خطية الإدانة أحبائي نرجع مع بعض الكبرياء قلب شرير وعن شريرة قلة محبة قلة معرفة نسيان خطيانة نسيان خطيان السبب السادس قلة حكمة قلة حكمة زي ما احنا كنا بنقول الحكيم يتأمل فضاء الغيره ليقتنيها الحكيم يتأمل فضاء الغيره ليقتنيها لنفسه والجاهل يتأمل خطايا غيره ليدينه عليها ده القديس يحنى الدرجي هو اللي قال لنا نقول الجميلة العظيمة الحكيم يتأمل فضاء الغيره ليقتنيها لنفسه والجاهل يتأمل خطايا غيره ليدينه عليها آخر نقطة في الأسباب أسباب الخطيئة دي وبعد كده نطلع فاصل مع بعض ونتواصل مع بعض إذا كان فيه أي مدخلات أي أسئلة بتخص الموضوع دو يا ريت نحن ندردش مع بعض ويسعدنا مدخلاتكم معنا النقطة الأخيرة خدع إبليس وطاعته خدع إبليس وطاعته الإنسان اللي بيدين ده الشيطان بيخدعه إبليس بيخدعه بيخدعه ويطيعه في نفس الوقت عشان كده الشيطان بينجح إن هو يشوه صورة أخيك في نظرك عشان كده إبليس يجعلنا نخطئ يقول لنا كده أحد القدسين إبليس عايزنا نخطئ يجعلنا نخطئ فإن لم يقدر علينا يجعلنا ندين الناس يجعلنا ندين الناس نطلع فاصل قصير ونعود ونتواصل معنا في خطية الإدانة وإحنا منتظرين مدخلاتكم وأسئلاتكم لكي ما تثروا هذه الحلقة معنا ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا ويقبل بيتك قدامك اسمك علي أخدينا ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا ملك بالبيتك قدامك اسمك علي أخدينا ملك الملوك وجلالك ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا ملك بالبيتك قدامك اسمك علي أخدينا دي الأنهار في الساقف لك كل الألات تعزف لك ويا ربي بكلمة منك كل الملوك تخضع لك انت علي فو كل اسمي مهما يكون عالي فو السحابي مالي يكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي انت علي فو كل اسمي مهما يكون عالي فو السحابي مالي يكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي اهلا بيكو معانا مرة اخرى متواصل معنا ببرنامج درداشة روحية وزي ما احنا اتكلمنا قبل الفاصل واتكلمنا عن موضوع الادانة وقلنا خطورته في اختصاب حق الله الديان عدم الاحساس بتلك الخطيئة هي خطيئة مركبة من الخطيئة الامهات بيسمح الله بان الذي يدين يدان هو ايضا من اخرين اه الخطيئة دي بتوقعنا تحت الدينونة دي الخطورة الخطيئة اسباب الخطيئة دي قلنا الكبرياء قلنا قلب شرير وعن شريرة قلنا قلة محبة لان لو في محبة محبة تستر العيوب قلنا قلة معرفة لان الانسان بيحكم حسب الظاهر وبيحكم حكم الخطأ ونسيان خطيئانا بننشغل بخطايا الاخرين وننسى خطيئانا قلة حكمة خداع امليس وطاعته دي الاسباب طب احنا اتكلمنا عن خطورة الخطيئة واتكلمنا عن اسباب الخطيئة فيه تليفون نستقبل تليفون مين مين معايا ايوه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حبيبي اهلا وسهلا بك انا سامعك اهلا صلاح بحدك بس تصليلي اه ربنا يحميني وحفظني تمام ايوه اهلا 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 وسهلا بك حبيبي ربنا احفظك وينجيك يا ابني من كل شر ويبركك ويبرك في كل عمل بتعمله ان شاء الله يا حبيبي فرصة سعيدة جدا يا حبيب ربنا يباركك ربنا يباركك نكمل مع بعض طب احنا عرفنا خطورة الخطيئة وعرفنا اسباب الخطيئة طب كيف نعالج الخطيئة دي اذا كان انا جوايا خطيئة الادانة كيف اعالجها ياريت لو احنا متابعين مع بعض نكتب الرشتة دي لان الرشتة دي هتعالجنا كلنا وانا اولكم من هذه الخطيئة الصعبة التي ممكن ان هي تهلكنا وتؤدي بنا الى الهلاك الابدي اول حاجة علاج الخطيئة دي اعذر غيرك حينما يخطئ امامك التمس العذر لاخيك اللي قدامك التمس العذر لازم نلتمس الاعذار للاخرين زي ما بنلتمس الاعذار لانفسنا بنلتمس الاعذار للاخرين ومنركز قوي على الخطأ الذي يصنعه ولكن ممكن احنا نعالجه نعالج ما ممكن احنا نعذره يعني مثال بسيط جدا انسان موعد واحد او واحدة موعدة صديقتها وهما مثلا اتنين مع بعض تلاتة مع بعض وهما اصدقاء مع بعض دي ما جاتش في معادة شيء طبيعي تلاقي حد يطلع كده وما ايلك ايه اصدقاء موعدها مش مظبوطة اصدقاء دايما كده اصدقاء دايما كده ونفضل بقى ايه نعدد الاسباب في الاخرين ان احنا ندين انما المفروض ان احنا نلتمس الاعذار نقول يمكن الترافك يمكن فيه طريق يمكن حصل شيء نلتمس الاعذار للاخرين ده يعني مثال بسيط ان احنا نختلق لبعضنا الاعذار يبقى اعذر غيرك حينما يخطئ امامك number one تليفون مين معايا تفضل مالو ايوا اهلا وسهلا مالو اهلا اخوان ايوا انا سمعك اذن الملك من مصر اهلا 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 ابن الملك اهلا بيك يا حبيبي بتاو مصر وحشتونا الله يخليك اتفضل حبيبي انا تحت امرك انا سمعك اهلا بك احنا تكون عندنا تلبة صلاة. يا حبيبي. طلو معي. اه انا سام. تلبة صلاة. ايه? مس اه ابن. كان فيه ايه ابن الملك? بقيم تلبة صلاة حضرتك. اه كلمة تلبة صلاة? اه تحت امرك حبيبي. تحت امرك. تحت امرك. اه هنا طلبين عشان فيه مشاكل عالية عند خالي. اه. اي. اه حضرتك ماتوا بخالي. اه. ايه تمام يا ابن. اه. ونفعلati اغراضي ان هي هناخدها حاجات ونجيب حاجات مزوعة يعني تمام بقى كل كده. اه. طب حاضر حبيبي. اه. حاضر حاضر حبيبي. ان قدم صلاة ربنا يستجيب ان شاء الله وينجيك حبيبي. ربنا يخليكم. تعيش حاضر. حاضر يا ابن الملك حاضر حبيبي. اه جميل اول ان احنا نصلي من من اجلنا من اجل بعض. جاريت ان احنا اه بعد الاجتماع واسناء الاجتماع لما حد يطلب طلبة صلاة ان احنا نرفع قلوبنا اه لطالب الطلبة دي انه ربنا يستجيب اه بسرعة اه وينجينا من كل شر ويحافظ على ولادنا وبناتنا. اه يبقى احنا اول اول روشيتة اول دوة ممكن ناخده لعلاج الادانة اعذر غيرك حينما يخطئ امامك. ولازم احباقي تعرفوا ان كل واحد فينا له جوانب طيبة. فيه جوانب ايجابية في الشخصية اللي بتبقى قدام منا. فياجب ان احنا نتحدث عن الجوانب الايجابية. ونبعد عن الجوانب السلبية. ونبعد عن الجوانب السلبية. اتمنى ان احنا دايما نبص في الشخص اللي قدام مننا على الحاجات الحلوة اللي بنقي دي او الحاجات الحلوة اللي بيعملها. للاسف شديد احباقي الايام دي ممكن انسان يبقى معانا طول عمره بيقدم اعمال خير واعمال حلوة ويصنع اعمال جميلة جدا. وممكن في لحظة يغلط غلطة عابرة على طول نعلق له المشانق وندينه ونتعبه اه وايه لاخر. انا مش عايز اتعبكو انما احنا عايزين اه نعرف اه موضوع معين زي خطية الادانة دي ونعرف خطورته ونعرف اسبابه وازاي ان احنا نعالقه. وصدقوني انا الموضوع ده بقوله لي قبل اي حد تاني. يبقى اعذر غيرك حينما يخطئ امامك كل واحد له جوانب طيبة يجب ان احنا نتحدث عن الايجابيات في الشخص ده بدل من دينه. لان الايجابيات تبني والسلبيات تهدم. زي ما فيه تدريب لأحد الخدام قال يجب ان احنا نقول الحسن فقط عن كل انسان. يعني نقول الحاجة كويسة. نتكلم في الحاجة الحلوة. بلاش السلبيات. كل ما نتكلم عن الحاجة الحلوة حتى الاعدة يبقى ليها طعم. يبقى ليها روح. قاعدة تبني. تبني المجتمع. اه. العلاج الرابع ان يدين الانسان ذاته. الانسان يدين نفسه بدل ما يدين الاخر. حينما الانسان ينظر الى اخطاء. وينظر الى عيوبه. تتكشف له عيوبه الخاصة. اول ما الانسان يقعد مع نفسه زي ما قصة الابن الضال يقول رجع الى نفسه. لما رجع الى نفسه ايه اللي حصل. انكشفت كل الافعال اللي عملها. ازاي انا سبت بيت ابويا. ازاي انا سبت العز. ازاي انا سبت الخير. ازاي انا سبت السلام. ازاي ايه اللي انا عملته في نفسي ده. ليه عملت في نفسي كده. حتى وصلت بيه الحال ان انا اشتهي اكل الخنازير. عشان كده احباقي. العلاج ده مفيد جدا ان الانسان يدين ذاته. يدين ذاته. حينما الانسان يدين ذاته. ويشعر بضعفه. حين اذن تظهر عيوبه. فيمكنه الاعتراف بيها. ونوال الحل واستحقاق رحمة الله عنها. واستحقاق رحمة الله عنها. عشان كده احباقي اجمل مثل في الكتاب المقدس. مثل الابن الضال. الابن الضال. ما هو الخطيط الادانة دي ضلال. الابن الضال لما رجع الى نفسه ابتدت الرؤية تبقى واضحة. وابتدى كمان ياخد قرارات ايجابية. ما كان الحاجات السلبية اللي هو وقع نفسه فيها. الحاجات الايجابية اللي قال ايه? قال اقوم. وازهب الى ابي? واقول له اخطأت يا ابتاء في السماء وقدامك. ولست مستحقا ان اضع لك ابنا بل اجعاني كاحد اجراءك. عشان كده احباقي ده علاج مهم جدا لخطيط الادانة. ان الانسان يدين نفسه ويدين ذاته. وحينما الانسان يدين نفسه ويدين ذاته تنكشف له اخطاء. ويعرف جيدا كيف يأخذ القرار الصواب والقرار الصحيح. عشان كده قال ماري سحق كده ان دينا انفسنا رضا عنا. ان دينا انفسنا رضا عنا. الانسان اللي بيدين نفسه ربنا بيرضي عنه. وبيسمحه. وبيخفر له. يقول انك قال اخر هناك امور كثيرة سلبية فينا ونلوم بيها غيرنا. يعني بيبقى احنا فينا حاجات سلبية كتير. ويبقى فينا اخطاء كتير. ورغم اخطاءنا ورغم سلبياتنا. الا ان دايما بنبص على سلبيات الاخرين. عشان كده الانسان لما بينظر الى نفسه وينظر الى افعاله السلبية لا يلوم غيره. انما الانسان الذي لا ينظر دائما يدين الاخر ودائما يلوم الاخر. عشان كده قال القديس ابو مقار احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. وقال القديس ادانة الزات افضل من ادانة الغير. ادانة الزات افضل من ادانة الغير. عشان كده احبائي ياريت ناخده تدريب لينا في فيه تلفون. ايومين معي? سلام ونعمة حبيبي. معك باسم سع. اهلا 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 سوز باسم سلام ونعمة. الله يخليك سوز باسم وحشنا يا حبيبي يعمل ايه? الحمد لله السابونا كله تمام. انا لا يخليك. انا سعيد جدا ان سمعت ان صوتك ونك بخير يا حبيبي. اهلا وساك وسان طيب. ربنا يديك الصحة وكل سنة وانت طيب ويريت تصلي من اجلنا يا والسابونا. انت دريب لينا كلنا نتعلم ان احنا نسطر على عيوب الاخرين. ان احنا نسطر. زي ما سطر ابو مقار على الراجل اه اللي واقع في الخطيئة الصعبة دي. ازن احنا ما بيقعش خطايا صعبة قدامنا كده ونشكر ربنا انه بيقعش خطايا صعبة كده. ازا كانت الخطايا البسيطة ده احنا بنخليها اه بندخمها ونكبرها. عشان كده احباق يا ريت تعالوا كلنا ناخدوا التدريب مع بعض لينا. ان احنا نسطر عيوب الناس. نسطر عيوب الناس كما يسطرنا الله. زي ما ربنا بيسطرك لازم تسطر الاخرين. وانت تعي جيدا اخي المشاهد واختي المشاهدة وانا معكم اعي جيدا ان الله ساتر علينا عيوك كثيرة. اذا انكشفت امام الاخرين نقوله للارض تشقي وبالعينة. عشان كده احباقي يا ريت ناخد تدريب لينا. ان احنا نتعود. ان احنا نسطر على عيوب الاخرين. لا نكشفها ولا نفضحها. عشان كده اه في صلاة الشكر نقول لانك سطرتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك. لانك سطرتنا. نشكرك يا رب. نشكرك يا رب فعلا في كل حين انك دائما بتسطرنا. بتسطرنا. وتسطر عيوبنا وضعفاتنا وسلبياتنا. عشان كده احباقي اه احسن الظن بكل احد. المفروض ان احنا نحسن الظن بكل احد. زي ما فيه راهب دخل اللاية زميله وجدها نظيفة ومرتبة. اول ما دخل اللاية زميله لقاها نظيفة ومرتبة قال ايه? انها مثل قلب صاحبها. انها مثل قلب صاحبها. لما لقاها لقاها نظيفة ومرتبة قال انها مثل قلب صاحبها. ولما وجدها غير منظمة وغير مرتبة قال قال كده انه منشغل بالروحيات اكثر منشغل بالروحيات اكثر يا جمال هذا الراهب يا ريت كلنا ان احنا نبقى زي هذا الانسان ان احنا نعذر الاخرين وان احنا نسطر على عيوب الاخرين ابحث عن سبب المشكلة وادرس التفاصيل زي وكيل النيابة قبل الحكم على الغير المفروض ان المفروض طالما في مشكلة المفروض ان احنا نبحث سبب المشكلة وندرس التفاصيل ونصلي ان احنا المشكلة تتحل بواسطة الروح القدس وعايزين يبقى فيه معلومة واضحة قدام مننا ان الناس ليسوا ملائك الناس احنا مش ملائك بل غير كاملين مثلنا ويا ريت ان احنا نبعد عن سماع كلام الزم والادانة والنميمة اول ما تلاقي فيه مكان او فيه مجال للادانة والنميمة المفروض انك انت تقدم اعتذار بلطف او تغير الموضوع الحديث عشان كده يقول لنا تكلم بالخير وإلا فاسكت تكلم بالخير وإلا فاسكت ومشكلتنا الايام دي على مستوى المجتمع ككله على مستوى الاسرة وعلى مستوى الفرد ان احنا دايما ناظرين الى ضعفات وسلبيات الاخرين واحذر التعميم احذر التعميم فالمخطئ في كلمة ليس كله خطأ الانسان لما يعمل خطأ واحد مش معنى كده ان حياته كلها خلق غلط ودايما نتذكر الافعال الحسنة والجميلة لالانسان عملها والانسان عملتها ايوه فيه تلفون مين معايا ايوه معاك الدكتور يوسف الدكتور يوسف اهلا وسهلا بيك دكتور كلسون طيب طيب ابونا في لوباتمير الله يخليك احنا بعد عداء جدا ان تتكلف حضرتك في فانات الطريق ربنا خليك لان يعني ابونا في لوباتمير معروف من اكبر الخدام مش في اسكندرية في كل مصر ربنا خليك يا دكتور يوسف ربنا خليك قريب يدعون الى المحبة وبشرط الخلاص والالتقاء بالمسيح فعلا يعني احنا كلنا ساخرين بيك ربنا خليك يا دكتور يوسف انا شاكر مداخلتك ومحبتك حبيب المستحقش كلام ده كله اه انما انت محبتك كبيرة ربنا خليك يا دكتور يوسف اتفكرنا دايما بريحة ابونا بشوي كامل وقدسين في اسكندرية تعيش يا حبيبي ده هم وقدسين عظام احنا بنستمد منهم نتعلم منهم ونشتم رائحتهم الزكية صدقني حبيبي وانا بفكرك ان انا محتاج صلوات وكل كلات التاريخ محتاج صلوات تعيش يا دكتور يوسف ربنا يباركك حبيبي وانا متشاكر على المداخلة الجميلة دي ومحبتك الكبيرة ربنا يباركك حبيبي متشاكر جدا نكمل موضوعنا خلاص احنا قربنا نخلص تأكد ان الناس ليسوا ملائكة ابعد عن سماع كلام الزم والادامة والادانة والنميمة بترك المكان والاعتزار بلطف او بتغيير موضوع الحديث ودايما نقول لنفسك كده تكلم بالخير وإلا فاسكت تكلم بالخير وإلا فاسكت احذر التعميم يعني مش معنى ان انسان اخطأ في حاجة بقى اخطأ في الكل لا ابدا طالما اخطأ في حاجة نتذكر الحلو بتاع الانسان ده نتذكر العمل الصالح العمل الخير اللي عمله الانسان ده مش معنى انه اخطأ يبقى بقى اخطأ في الكل لا وعدم معرفة نهاية سيرة الإنسان عدم معرفة نهاية سيرة الإنسان عشان كده لا يجوز إنك تدين الآخرين لأنك أنت مش عارف نهايته إيه ممكن يكون إنسان شرير طول عمر ممكن يكون إنسان خاطي طول عمر إنما قبل ما ينتقل قدم توبة والسمى فرحت بيه ده يقول لنا شاول كان شاهدا على قتل القديس سيفانوس يعني في الوقت ده كان موافق بالقتل يعني كان مشترك معهم في القتل قتل إنسان وقتل إنسان قديس ولكنه بعد كده صار بولس رسول الجهاد عشان كده أحباقي ليه ماندينش ليه ماندينش لأننا ما نعرفش نهاية سيرة الإنسان ده إيه ما نعرفش نهاية سيرة الإنسان ده إيه ممكن يكون إنسان خاطي إنما في آخر حياته كسب السماء زي الليس اليمين وممكن إنسان يكون طول عمره في الكنيسة طول عمره في بيت الآب إنما لم يدخل زي مثل الإبن الضال واخوك كبير اللي لم يرد أن يدخل إلى البيت عشان كده إن رأيت أخاك أخطأ فلا تنظر إليه كخاطئ لأنه قد يتوب فيما بعد إذا أخوك أخطأ لا تنظر إليه كخاطئ لأنه ممكن يتوب فيما بعد وممكن أنا اللي بدينه وأنا اللي بنظر إلى خاطئ ممكن ما كونش قدمت يتوب عشان كده يقول القديس يحنس القصير يبكي عندما كان يرى إنسانا يخطئ القديس يحنس القصير كان يبكي عندما كان يرى إنسانا يخطئ ويقول لنفسه إن هذا أخطأ اليوم وقد يجد فرصة للتوبة إن هذا أخطأ اليوم وقد يجد فرصة للتوبة أما أنا قد أخطئ فيما بعد ولا أجد فرصة للتوبة ولا أجد فرصة للتوبة عشان كده أحبائي ربنا أوصانا بالرحمة عن الناس ومن يقيل قسوة يعامل بمثلها وخد قدوة الرب يسوع فلم يؤدن المرأة الخاطئة خاصة وإن ساعة الدينونة لم تأتي بعد عشان كده أحبائي تعالوا نراجع مع بعض بسرعة اللي احنا الروح القدس حب أنه يوصل هنا النهاردة خطئة الإدانة لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وأنت بالعذر أيها الإنسان كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لأنك لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور تفعل تلك الأمور بعينيها خطورة الخطئة دي اختصاب حق الله الديان عدم الإحساس بتلك الخطئة هي خطئة مركبة زي الخطئة الأمهات اللي بتلد الظلم القاسوة الزم التجريح إلى آخر يسمح الله بأن الذي يدين يدان والخطئة دي تقعنا تحت الدينون دي خطورة الخطئة أسبابها كبرياء قلب شرير عين شريرة قلة محبة قلة معرفة نسيان خطيانة قلة حكمة خداع إبليس وتعته علاج الإدانة أعذر غيرك كل واحد له جوانب طيبة المفروض أن احنا نتحدث عنها الإنساني ودين ذاته فتنكشف له عيوبه الخاصة أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك إدانة الزيت أفضل من إدانة الغير تأكد أن الناس ليسوا ملائكة نبعد عن سماع كلام الزم والإدانة والنميمة نترك المكان بالاعتذار بلطف أو بتغيير الموضوع نحذر التعميم في كل شيء عدم معرفة نهاية الإنسان لأن ممكن الإنسان دوة يقدم طوبة وأنا مقدمش ربنا أوصانا بالرحمة على الناس ومن يكيل قسوة يعمل بمثلها ربنا يبركك وربنا يبرك حياتك أنا متشاكر جدا على الوقت الجميل اللي احنا قضينا مع بعض أتمنى المرة الجاية يبقى فيه مدخلات أكثر سوري وفيه أسئلة في داخل الموضوع بالأصال عن نفسي أنا حب أقدم كل الشكر لقناة الطريق ولمؤسس قناة الطريق الدكتور شوزيف ناصر الله والإخوة العاملين معهم كلهم في القناة بقدمهم كل شكر ربنا يبارك في عملهم ويبارك في كل عمل تمتد إلي أيديهم له كل ماجد وكل كرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر 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 لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق 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 إطاري 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 إطاري